كنافة تجنن دمار كذا من الآخر يلا على المطبخ نشوف الطريقة ابتاسة حطيت ثلاثة اقواب كنافة مفرومة ونصف كوب سكر مطحون وافرك هام بعدها اضفت 100 جرام زبدة ذايبة وافرك والقشطة اساوية كوبين ونصف حليب سايل واربعة ملعقة كبيرة نشا وملعقتين كبيرة سميد وملعقة كبيرة السكر اقلب على نار هادية وعليها ملعقة فانيليا وعلبة قشطة كيمر واقلب اقلب اقلب وكذا صارت جاهزة هذه الصينية حسة مخلوقة للكنافة ادهنة بالزبدة طبقة كنافة بعدين قشطة بعدين كنافة وبالفرن من تحت بعدين من فوق تقريبا 45 دقيقة بعدين اضيف الشيرة حسب الرغبة وزينة بالفستق وبالعافية لا تنسون اللايك وحركة الاكسبلور اشتركوا في القناة